أنا أسألك عن سيراليون فيه لعيبة لفتت نظرك في منتخب سيراليون؟ لا هي أغلب اللعبة في سيراليون اللي شايف اللعبة عندها سرعات ولكن فيه تطور زمانات كلمت معك في الحلقة اللي فاتت وقلت لك أن سيراليون فرقة تطورت كتيراً عن الفترة اللي فاتت وعندهم سرعات وعندهم النهاردة يا أحمد كان معي إنفو جراف عن أربع صفقات لفريق أتالنطا مش عايف تابعته الحلقة من بدايتها ولا لا كان معنا إنفو جراف فريق أتالنطا مش من فرق القمة في إيطاليا ورغم كده أربع صفقات كسب منهم 143 مليون يورو نتيجة إنه عنده سكاوت إنك تيم الحقيقي على أعلى مستوى شايف إن تصفيات أفريقيا فرصة إنك إنت تتفرج أو تشوف أو تدخل سوق جديد ممكن تطلع منه أو تحط عينك على لعيبة تكون مفيدة للسوق المحلي يا نفو طبعاً طبعاً تصفيات كسر العالم مهمة جداً إن أنت تقدر تاخد لعيبة فيه لعيبة كتير صغيرة في السن مهمة جداً ولعيبة كتير مميزة فأعتقد ده مهم جداً وكمان كسر المفرقية أيضاً وعن تشوف إن إحنا لو أنت كلمت في الداية الحالة قلت إن فيه فرق يعني غيرت الخريطة زي جزر الأمر مثلاً طبعاً جزر الأمر دوقتي متصدر المجموع في وجود غانا وفي وجود القنو فرق يعني منتخبات كبيرة فأعتقد إن المنتخبات اللي زي جزر الأمر ومنتخبات زي السنور أعتقد فيه لعيبة بينها مميزة محتاجت صلط عليها الدوق ومحتاج فيها ده لسه استنى بوركينا فاسو كمان هتلاقي فيها طبعاً 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 ترجمة نانسي قنقر